مساء المحبة والسلام أنا عضوان الأحمر يحييكم في المدار يولد الإرهاب من جديد ويبعث كلما خفت ذكره وتلاشى وفي كل عقد من الزمان يكون العالم على موعد مع جماعة جديدة لتكون حديث الناس وسببا لاجتماع الزعماء وجمع الأموال للحرب عليها من دون مكاشفة عن الأسباب التي أدت إلى نشأتها أو منع لظروف عودتها فطالبان بوصلة الانتباه الآن وقاعدة خراسان وداعشها ينذران بإحياء الإرهاب الدامي كل ذلك يحدث أمام عدسات التصوير وأعين المشاهدين ليبقى الإرهاب لغزا يفرض على الطاولة نظريات المؤامرة المرتبطة به وبعيدا من إرهاب الجماعات الإسلامية تتصاعد في الغرب جماعات اليمين المتطرف فحمات القسم واليمين البديل والنازيون الجدد وغيرها أخذت حصتها من القتل والاعتداءات من دون وصف لعملياتها بالإرهابية بل بالاعتداءات الفردية فهل الديانة هي المحرك الأساسي لوصف الفاعل بالإرهابي وهل عجز العالم عن تحديد تعريف للإرهاب كي يكون ميزان عدالة لا تميل وحدى كفتيه للهوى في المدار نعرف التفاصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم مجددا مشاهدي المدار ورحب كذلك بيد دكتور هانز جاكوب شندلر مدير مشروع مكافحة طرف العالمي مرحبا بك دكتور هانز شكرا جزيلا يسرني أن أشارك معكم في هذه الحلقة وأتطلع إلى الحديث مع حضرتكم دكتور هانز أريد أن أسألك السؤال الأول في مدار اليوم عن ما يقوله الجميع لست أقوله أنا ولا يقوله فريق البرنامج وهو عن أن أفغانستان ستتحول لبؤرة جديدة للإرهاب العالمي وأن هناك استقضاب للإرهابين من جميع أنحاء العالم بعد الانسحاب وبعد الاحتافة الأخيرة فيها ما رأيك؟ بالنظر إلى الوضع الراهن في أفغانستان هناك ثلاثة أمور تدعو إلى القلق أولا البلد على شفير أزمة أنسانية حادة للغاية كما سمعتم حتى الوكالات الأممية تعاني نقصا في المواد الغذائية حتى نهاية شهر سبتمبر بالكاد تتضفق بعض النقود إلى الاقتصاد في الأسابيع الماضية علما أن هذا الاقتصاد يعتمد على النقد فقط يعجز الأفراد عن سحب الأموال من المصارف وبالتالي لا يمكنهم شراء المنتجات إذن الحالة حارجة جدا نأمل أن تقود المباحثات مع قطر وتركيا إلى إعادة فتح المطار كما نأمل أن تفتح باكستان معابرها الحدودية للسماح بمرور البضاء يمكن تدارك الوضع ولكن بصعوبة ثانيا القلق الثاني يكمن في هذه العلاقة الوطيدة بين طالبان وحركة تجارة المخدرات العالمية منذ نشأتها في تسعينات القرن الماضي وعرف عن طالبان أنها تمول نفسها بإرادات بيع المخدرات وعلى مر السنوات العشرين الماضية ازداد إنتاج وبيع المخدرات ما شكل مصدر الدخل الأساسي للحركة بين مصادر أخرى أقل أهمية لا نأمل برؤية تقلص لإنتاج المخدرات في أفغانستان ثالثا وكما سبق وذكرت هناك وجه القلق المتعلق بالإرهاب هناك مخاوف أمنية داخلية طبعا على الرغم من أن الطالبان كانت هي المتسببة الأول بزعزعة الاستقرار في أفغانستان حتى الأسبوعين الماضيين لكن طالبان ليست وحدها فقد رأينا الهجوم المروع الذي نفذته مجموعة يطلق عليها اسم داعش خرسان الفرع الأفغاني للدولة الإسلامية في العراق والمشرق هذا التنظيم الذي لا يزال نشطا وهو يعاد طالبان وأخيرا هناك هذه العلاقة التآزرية بين طالبان والقاعدة ولم يصبق لطالبان أن قطعت بوضوح صلاطها مع القاعدة لا بعد سنة 2001 ولا على مر السنوات العشرين الأخيرة ولا الآن وقد انتصرت طالبان بين مزدوجين والقلق يقمن في ما تسميه الطالبان الانتصار على الولايات المتحدة وإمكانية أن يجعل ذلك من أفغانستان مجددا مكانا يستقطب المقاتلين الإرهابيين الأجانب ليس بذات القدر مقارنة بالعراق آنذاك ببساطة لأن السفر إلى العراق أسهل بكثير من السفر إلى أفغانستان ولكن بما يشابه ما رأينا في التسعينات هذه هي المخاوف الثلاثة لدى المجتمع الدولي حيال أفغانستان حاليا دكتور إذا كان هذا الموضوع أن هناك لا يوجد كسر للعلاقة واضح ما بين طالبان والقاعدة وأن هناك شكوك أن العلاقة ما زالت قائمة أدعني أسألك سؤال صريحة عن نيابة عن الشارع المراقب لماذا أكثر من 28 دولة حلف النيت واللائة المتحدة الأمريكية ودول أخرى تقوم بالاتفاق مع طالبان وتسلم الحكم لدولة متحالفة مع تنظيم القاعدة وتنظيمات أخرى والتي من أجلها تم الدخول إلى أفغانستان والبقاء هناك لمدة 20 سنة يعني هل يساهم الغرب في صناعة إرهاب جديد بصفقة لحد يعرف ما هي ما رأيك إن الحالة الرهنة لا تعكس بالطبع ما كانت تتوقعه أو توده الولايات المتحدة أو الأسرة الدولية في أفغانستان كان الهدف يتمثل في التوصل إلى التسوية يتم التفاوض بشأنها ولم يكن الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة الأمريكية إلا ليشكل مقدمة لاتفاق آخر مع حكومة الرئيس الأسبق غاني الأمر الذي للأسف لم يحصل أبداً لسيما بعد انهيار الجيش الأفغاني وشقت طالبان طريقها إلى الحكم في أفغانستان منهية عهد حكومة غاني لم يكن الهدف إعادة طالبان إلى الحكم ولكن دمجها في المنظومة الديمقراطية القائمة ما نرى الآن هو نهاية النظام الديمقراطي هذا ما قالته طالبان النظام الآتي سيكون إسلامياً لا ديمقراطياً أي من دون انتخابات سيتم تشكيل حكومة سميها نظاماً ولكن الطريق لتحقيق أي تغيير ليس واضحاً الآن أقر أن الولايات المتحدة جاذفت بخطر كبير لعقد هذا الاتفاق مع الطالبان من دون قطع علاقاتها بشكل واضح مع القاعدة تحدث عن طالبان ما يفضي بنا إلى المشاكل الحالية مع نظامين العقوبات الذين يستهدف أولهما طالبان مباشرة والآخر يستهدف القاعدة علماً أن هذين النظامين مترابطة استهدفت الحكومة الأمريكية حركة طالبان بأكملها على أنها منظمة إرهابية لذلك نرى هذا التخبط الآن في إيجاد طريقة ما لإيصال المساعدة الإنسانية بأسرع وقت ممكن إلى أفغانستان دكتور هانز اسمح لي أن أسألك مرة أخرى وبطريقة أخرى وبشكل مباشر على ما لم تجب عليه قبل قليل هناك من يقول أن الغرب يساهم في صناعة إرهاب جديد في أفغانستان عبر ترك البلد لطالبان رغم معرفة الغرب ومعرفة مجلس الأمن الدولي بأن هناك علاقة قوية ما تزال تجمع طالبان بتنظيم القاعدة ما رأيك؟ كما سبق وذكرت خاطرة الولايات المتحدة الأمريكية وكان رهانها كبيرا لكن الإدارة الحالية ليست أول إدارة أرادت الخروج من أفغانستان إلا أنها الإدارة الأولى التي خرجت فعلا من أفغانستان كل الخيارات أمام إدارة بايدن كانت سلبية البقاء إلى الأبد وزيادة الحضور العسكري كما نعلم انخفضت الهجمات ضد المصالح الأمريكية هذه السنة بفضل الاتفاق طبعا الذي عقده ولكن لو اختارت الولايات المتحدة البقاء لكان عليها تعزيز الحضور العسكري أو الانسحاب وتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب من دون تواجد قاعدة عسكرية في أفغانستان كان هناك مبررات جيدة للبقاء وأخرى أفضل للانسحاب كإنهاء ما سماه الرئيس بايدن الحرب الأزلية في أفغانستان أوافقه قوله بعدم وجود وقت أمثل للرحيل ولكن هل كانت هذه الظروف المثلة للرحيل حقا هل جرى الانسحاب بشكل سريع جدا بدلا من على مراحل مثلا هذا محط نقاش طبعا ولكن في نهاية المطاف جرى ما جرى وربما نسأل عن الهدف عن الخطة ولكن يجب الآن التعامل مع ما آلت إليه الأمور في نهاية المطاف طبعا لكن من يتحمل سيد هانز يعني لم تجب على سؤالي في جزية معينة من يتحمل صناعة إرهاب جديد هل سيتم تحميله للراديكالية الإسلامية هل سيتم تحميله للفكر المتطرف الإسلامي أم هل سيتم تحميله للقوات الغربية واللولايات المتحدة الأمريكية التي لم تستطع بناء مجتمع مدني جيد في أفغانستان وتركته لطالبان عبر صفقة سياسية علنية بصراحة بعد عشرين سنة يمكن الحديث عن هذه الديمقراطية في أفغانستان والمجتمع الأهلي في أفغانستان ولكن لا يمكننا أن نربح الحرب ضد الإرهاب مع هذه المنظمة التي تأتي بمداخلها من تجارة المخدرات حتى في خارج أفغانستان إذن هناك هذه الجهود ونحن نتحدث عن هذه الجهود التي ترمي إلى مكافحة الهب ولكن هناك المقاتلون الذين خرجوا من أفغانستان في نهاية الصيف ثم عادوا بعد الصيف إلى أفغانستان ومن الصعب جدا تعقب هؤلاء الأشخاص ومن أجل أن نكسب هذا الرهان عسكريا إذن بالطبع لن أقول أن الانسحاب كان الأمثل ولكن هناك هذه الجهود الإرهابية التي يجب الآن مكافحتها في أفغانستان وفي العالم في المنطقة ولكن نحن نتحدث أيضا عن هذه المساعي طبعا كان هناك إرهاب وهذه الحالة الآن تتمثل في هذه المخاطر التي تعيدنا بالفغير إلى أن أفغانستان ستعود ملذا أمنا للإرهاب ربما ولكن في الوقت عينه هناك هذه المساعدات الإنسانية التي يجب أن تستكمل إلى أفغانستان لأن 40% من إجمالي الناتج المحلي في أفغانستان كانوا يعويلوا على المساعدات الخارجية والآن هذه هي بطاقة الضغط لدى الأوروبيين لدى الأمريكيين لطالبان بالقول إذا ما أردتم أن تبنوا الوطن يمكننا أن نساعدكم ولكن نجب عليكم أن تسيطروا على الإرهاب دكتور هانز أريد أن أسألك أيضا على التقرير الأممي الذي نشر عام 2020 الأمم المتحدة نشر التقرير تقول أن طالبان ما تزال تتمتع بعلاقة قوية مع تنظيم القاعدة ما رأيك في هذا التقرير؟ وإذا كان فعلا هذا التقرير دقيق لماذا يتم تسليم الحكم لطالبان رغم ارتباطها بجماعة إرهابية هي سبب دخول أفغانستان من قبل 28 دولة قبل 20 عاما نعم إذن هناك مسألة منفصلة أولا العلاقة بين القاعدة وطالبان كما تعلمون وكما يعلم المشاهدون أن قيادة القاعدة تدين بالولاء ليس فقط في أفغانستان ولكن في كل أمكانات الانتشار إذن تدين بالولاء ليس فقط لأيديولوجية القاعدة إلى آخره ولكن أيضا تدين بالولاء شخصيا لقائد طالبان جاء ذلك مع المولى عمر مع المولى منصور وأيضا كان هناك الولاء شخصيا لقائد طالبان اليوم المولى هيبط الله الذي هو القائد الروحي إذن هذا يرين أهمية العلاقة بين القاعدة وطالبان بالنسبة للقاعدة في 2017 عندما شكلت القاعدة هذه القوات الجديدة في غرب أفريقيا بعيدا عن أفغانستان هذه القوة الجديدة أو هذا التحالف الجديد المسمى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إذن قادة هذه الجماعة أيضا أدانت بالولاء لهؤلاء الأشخاص من طالبان وطبعا للقائد الروحي للطالبان وهناك بالنسبة للقاعدة هذه العلاقة الاستراتيجية مع طالبان وهذا يعيدنا للتفكير إلى هذه العلاقة وأنا أوافق وأنا كنت أقود هذا الفريق الذي كان يعد هذا التقرير في مجلس الأمن إن طالبان استشارت قادة القاعدة في كل خطوة من خطوات المفاوضة مع الاتفاق مع الأمريكيين ومع حكومة الرئيس الأسباك غني ولكن ثانيا ماذا قامت به القاعدة في السنوات القليلة الأخيرة؟ من جهة لم نشهد هذه الهجمات المريعة من قبل القاعدة كان هناك بعض الهجمات 2015 هجمات ضد شغل إبدو في باريس وهذه الهجمات التي لم تكن بهذا الكبر أو بهذا القدر ولكن فيما يتعلق بخارج الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وكان هناك هذه المنظمات التابعة أو المنتسبة للقاعدة التي قامت ببعض الهجمات تحدثت عن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في أفريقيا هذه القوات التي الآن تنافس داعش في أفريقيا وفي المنطقة وهناك أيضا هذا النشاط المستكمل لحركة الشباب في شرق أفريقيا وهناك أيضا القاعدة في اليمن المتسببة بمقتل الجنود الأمريكيين في 2019 وثم طبعا هناك حضور للقاعدة لا سفقت في أفغانستان ولكن في باكستان أيضا وفي جنوب شرق آسيا مع هذه الجهود التي استمرت بالرغم من كل الحركات الفلبينية والقوات الفلبينية وغيرها التي كانت تود أن تقضي على الإرهاب في 2015 و2016 عندما كان هناك هذه المحاولة للهجوم على مدينة معينة إذن إن هذه المنظمات لم تقم بهذه الهجمات الكبيرة الحجم ولكن في نفس الوقت كانت القاعدة تبني مجموعة تابعة لها في هذه المناطق المهمة والاستراتيجية إذن لطالما كنت أقول أنه لم يكن يجب علينا أن نركز فقط على داعش وننسى القاعدة لأنه بالفعل أن القاعدة كانت تنشط طوال هذا الوقت ونحن كنا نركز على الخلافة في العراق وسوريا وكنا نركز على داعش ونسى القاعدة دكتور هانز اسمح لنا فاصل قصير ثم نعود لإكمال ما تبقى معك من المدار فاصل قصير عزيزي المشاهدين ونعود معكم في المدار اتخذت ظاهرة الإرهاب زخما بعد هجمات الحدي عشر من سبتمبر عام 2001 والتي نفذها تنظيم القاعدة وهو تنظيم أسسه أسامة بلادن عام 1988 بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان بعدما شنت الولايات المتحدة حربها على الإرهاب تأسس عدد من الجماعات الإرهابية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ففي عام 2002 نشأت في شمال نيجيريا جماعة بوكو حرام التي تعني بلغة الهوسى التعليم الغربي حرام وأعلنت لاحقا ولا أهل لتنظيم داعش ظهر تنظيم داعش للمرة الأولى عام 2003 تحت اسم جماعة التوحيد والجهاد بقيادة أبو مصعب زرقاوي واتخذ بعد ذلك مسميات عدة بلغت تنظيم ذروته في 2015 بعد سيطرته على مساحات واسعة في سوريا والعراق وفي عام 2006 تأسست حركة الشباب الإسلامية الصومالية كذراع عسكرية لقوى سلفية مرتبطة بتنظيم القاعدة وتهدف الحركة إلى إقامة ما يسمى دولة الشريعة وقد نفذت هجمات إرهابية عدة أبرزها الهجوم على مركز للتسوق في نيروبي شهد عام 2015 تأسيس فرع تنظيم داعش خرسان على يد حافظ سعيد خان بعد انشقاقه مع ناصر من حركة طالبان الباكستانية ويعد تنظيم الذي انضم إليه منشقون من حركة طالبان الأفغانية الأكثر تطرفا وعنفا من بين جميع التنظيمات الإسلامية في أفغانستان وكان مسؤولا عن تفجير مطار كابل الأخير مرحبا بكم مجددا مشاهدين في الجزء الثاني من المدار الرحب كذلك بسيد هانز جاكوب شاندلر مدير مشروع مكافحة التطرف العالم مرحبا بك دكتور دكتور دعنا نسأل الآن على موضوع القاعدة تحدثت عن القاعدة وتحدثت على موضوع تنظيم داعش في ولاية خرسان ولكن قبل أيام واسابيع كان هناك انفجار في مطار كابل وقد تشهد أفغانستان تفجيرات أخرى ولكن هذه المرة العالم يقول أن 20 سنة من التواجد الغربي والأميركي على أراضي الأفغانية تم تسليح كل التنظيمات الإرهابية بأحدث أنواع الأسلحة ومن ثم تركها كغنائم لأستخدم هذا التنظيم أو ذاك ضد المواطنين وضد أيضا المصالح العالمية ما رأيك؟ حسنا للأسف بنظر إلى التاريخ الأفغاني لم يكن هناك هذا النقص في الأسلحة في أفغانستان للأسف ولكن الآن ما يقلق طالبان وما يقلق الأولاد المتحدة الأمريكية وأوروبا أيضا وذلك يتمثل في داعش خراسان هذا التنظيم الذي سيجند الآن وسيكون مركز تجنيد هؤلاء الأشخاص من أجل الجهود الإرهابية وهناك هذا التقسيم للنفوذ في أفغانستان وفي كل مرة يتم هناك تشاطر هذا النفوذ سيكون هناك من يربح ومن يخسر إن داعش خراسان بأغلبية أعضائها إذن أغلبية أعضاء هذا التنظيم كانوا أعضاء في طالبان إذن بحسب تقديري سنرى هناك تجنيد داعشي من قبل هؤلاء الأشخاص الذين كانوا أعضاء في طالبان والذين لن يستفيدوا الآن من نظام طالبان الجديد وربما هؤلاء الأشخاص الإضافيين الذين لا يحبزون الآن هذا النظام الطالباني الجديد وعلى هذا الأساس سيتم التجنيد ولكن هناك هذا تركيز على أفغانستان طبعاً ولكن إن طالبان تركيز على أفغانستان وهي ليست مهتمة بالإرهاب الدولي ولكن إن داعش خراسان كتابعة لشبكة داعش إذن هذا التنظيم أكثر راديكالية حتى وأكثر تطرفاً وأكثر خطورة من القاعدة لأن الآن هذه التنظيمات لا تحل فوارق بين الأهداف المحلية الإقليمية الدولية حتى ضد المسلمين الذين إذا لم يعلنوا الولاء يجب عليهم أن يموتوا بحسب هذه الأيديولوجية الراديكالية دكتور هانز غداً سيكون 11 سبتمبر وبعد مرور 20 سنة من تلك الأحداث ودخول 28 دولة لغزو أفغانستان وليزاح الطالبان ولتدمير تنظيم القاعدة هناك من يقول أنه قد يحدث في المستقبل هجمات إرهابية مشابهة لما حدث ومن ثم تقوم الحكومات الغربية بتحميل الأسية لأي دولة عربية أو دولة إسلامية ويحدث نفس الحدث في غزو أفغانستان وغزو دولة جديدة رغم أن من ساهم هذه المرة بعودة طالبان وصناعتها هي الدول التي غزت أفغانستان ما رأيك؟ أظن أن احتمالية حدوث هذه الهجمة الكبيرة النطاق وتكرار ما رأيناها في 11 سبتمبر إذن هذه الاحتمالية ليست الآن بالكبيرة لأن ما حدث في 11 سبتمبر كان يتطلب تحضيرا كبيرا ولكن الآن كل هذه المساعي والجهود من الشرطة ومن الاستخبارات عالمين هذا سيقود هذه التحضيرات وهذه الجهود وذلك لأننا حسننا الإمكانيات وهناك السفر الآن الذي يفرض عليه أو تفرض عليها القيود الإضافية بالمقارنة مع الماضي مع التعرف إلى الصورة وإلى الوجه إلى آخره إذن هذه السيناريوهات ليست محتملة الحدوث ولكن للأسف ما رأيناها في السنوات الأخيرة إذن عوضا عن هذه الهجمة الكبيرة الهائلة رأينا هجمات أصغر نطاقا وأسهل للتحضير ونحن نسمي ذلك هذه الهجمات المستلهمة بين مزدوجين وهذه الهجمات التي يمكن أن تلحق ضررا مجمعا يقارن بالضرر الكبير الهجمة الكبيرة إذا ما عدنا بالتاريخ إلى الوراء إلى 2015 هذه الهجمات الصغيرة تسببت بأضرار كبيرة في أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية إذن الآن أظن أن القاعدة الآن وما يسمى بداعش يصباني هذه الجهود الاستراتيجية على هذه الهجمات الصغيرة النطاق وليس أبي المخطر بالتحضير لهذه الهجمة الكبيرة لأنها ستعطل دكتور هانز هناك من يتحدث عن أن الدول الغربية لم تكن جادة في صناعة مجتمع أفغاني وأن كان لها أهداف أخرى في تواجدها لمدة عقدين من الزمن على الأراضي الأفغانية ومثال ذلك مثلا الخبر الذي نشر عبر بي بي سي ونشر انطلاقا من صحيفة بيلد الألمانية وهو أن الجيش الألماني استعاد بعد خروجه من أفغانستان أكثر من 22 ألف لتر من البيرة ومن النبيذ هل فعلا هذا الخبر كان مهم أن ينشره الجيش الألماني أو أن ينتشر والبعض يراه أيضا أنه استفزاز لمشاعر أهالي البلد إما من المسلمين أو حتى طالبان لتستخدمه كذريعة للتجنيد مستقبلا أو حتى كنوع من البروبغاندا الإعلامية ضد الدول المتواجدة على أراضيها في ذلك الوقت لا أظن أن الجيش الألماني كان بحاجة إلى 22 ألف لتر من البيرة ومن النبيذ لأنه كان هناك 200 جندي على أرض الواقع ولكن ربما هذا الرقم يغطي السنوات العشرين للتواجد الألماني ولكن إذا ما فكرنا بهذا الرقم لهذه المدة المحدودة إذن ما كان يجري أعلم أن الألماني يحبون أن يشربوا البيرة وهذا أمر معروف عنهم ولكن ربما كان هناك مشكلة في الترجمة الأصلية للخبر الأصلي آنذاك لأنني لم أسمع بهذه الأخبار في الإعلام الألماني إذن لم يستخف أحد في ألمانيا بهذه العمليات خارج البلاد لأنكم كما تعلمون أن ألمانيا لديها مصاعب تاريخية فيما تعلق بالجيش إذا ما فكرنا به الحرب العالمية الثانية إذن ليس هناك أي حكومة ألمانية تنخارط في عملية خارج ألمانيا بشكل مستخف به لأنه بالحرب العالمية الأولى والثانية أن هذه العمليات العسكرية الألمانية لم تنتهي بالشكل الأفضل إذن إذا ما سمعنا النقاشات السياسية داخل ألمانيا إن أي عملية عسكرية تخذ على محمل الجد إذن أعيدكم ويمكن أن أؤكد لكم بعدم الاستخفاف بهذه العمليات ولكن كان هناك مشكلة إذا ما فكرنا بهذه العمليات الجادة العسكرية خارج ألمانيا أتحدث عن أوروبا أيضا نحن نعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة الأمريكية أتحدث عن فرنسا المملكة المتحدة أو أي جيش أوروبي من الناحية اللوجستية لا يمكنه أن يستمر في هذه العمليات خارج البلاد إذن هناك نقاش يجري الآن بعد هذه النتائج من بعد أفغانستان يتمثلوا في أننا يجب علينا أن نستقل في أوروبا من ناحية العسكرية ومن ناحية جيوشنا من أجل أن نتخذ القرار الذهاب البقاء في أفغانستان لم يكن لدينا أي خيار لأنه عندما قرر الأمريكان الانسحاب توجب علينا أن الانسحاب فرنسا إيطاليا ليس فقط ألمانيا لأن هذه الجيوش لا يمكنها أن تستديم هذه الجهود العسكرية من دون الولايات المتحدة الأمريكية وهذه إحدى النتائج التي الآن تجعلنا أن نفكر بهذا التغيير في أوروبا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية دعني أسألك سيد هانز على موضوع الإجلاء يعني كان هناك ظاهرة غريبة جدا الدول التي قامت بغزو أفغانستان وبالحرب لمدة عشرين سنة هناك وعدم بلا مجتمع جيد قامت بالتخلي عن مسؤوليتها في إجلاء أفغان وقامت بالطلب من دول عربية وإسلامية هذه الدولة تستضيف خمسة آلاف هذه الدولة تستضيف أربعة آلاف يجب على العالم المساعدة في التمويل في الرعاية إلى خيره لماذا يتحمل العالم خطايا الدول الكبرى اقتصاديا وعسكريا وسياسيا هل لأنها تملك الغلبة القوة تستطيع أن تأمر أن تنهى دون مراعاة لحقوق الإنسان الفعلية مثل ما حدث مع التخلي عن الشعب الأفغاني أولا أكرر هذا التوضيح لم يكن هناك مجتمع ديمقراطي في أفغانستان لعشرين سنة ربما في المستقبل ولكن الآن لا يبدو أن النظام الذي بني في السنوات العشرين الماضية سيبقى على أيامي طالبا لأنه في السنوات العشرين الماضية كان هناك تعليم للمرأة كان هناك انتخابات كان هناك إعلام حر ونتذكر أيضا أن هناك هذه الأسئلة من الصحافية من هذه الصحافية المحددة لطالبا وكان سؤالا جريئا جدا سألت طالبان كيف نسامحكم لأنكم قتلتمون والآن تودون أن تحكموننا وعلاوة على ذلك أن الانسحاب تم بطريقة غير منظمة مئة بالمئة لأن الانسحاب كان سريعا جدا وكان هناك هذه الخيارات ربما السيئة ولكن تضح الأمر بشكل مسبق في هذه السنة في الشتاء ربما أن ربما الجيش الأفغاني وحكومة الرئيس غني لن تصمد حتى نهاية 2021 إذن كان هناك هذا الخيار الذي اتخذ البدء بالإجلاء أو ربما ننتظر إلى الربيع وهذا ما أرسل هذه الإشارة للجيش والمجتمع الأفغاني مفاد هذه الرسالة أننا فقدنا الأمل إذن لن نبقى ربما كان هذه أو ما يتوجب على هذه الرسائل أن تحمل وفيما تعلق بالإخلاء المبكر إذن الخيار اتخذ بالقيام بذلك أو بشكل بطيء ولكن كان هناك أمل أن تصمد حكومة غني لوقت أطول من أجل إخلاء كل من يتوجب إخلاءه ولكن هذا لم يحدث لأن الجيش أنهاره والحكومة أنهاره تم أخلاء أكثر من مئة ألف شخص ربما هذا لم يكن الرقم المنشود ولكن يبقى ملحوظا هذا الرقم وطبعا هناك المفاوضات مع البلاد المجاورة ومع طالبان أيضا من أجل الإجلاء عبر البر ليس عبر المطار إذن هناك الأشخاص الذين سيخلون في المستقبل في الجزء الثالث من الحلقة سنتحدث على محاور بعيدة عن الإرهاب الإسلامي ولهذا أريد أن أسألك على ما تبقى من الوقت عن موضوع العملات المشفرة على موضوع استخدام داعش وطالبان في حالا عادت مع القاعدة لموضوع العملات المشفرة ما هي وسائل التمويل الجديدة للتنظيمات الرهابية وهل العملات الرقمية أحد وسائل هذا التمويل نعم فيما يتعلق بالعملات المشفرة إذن بناء على الجهود التي قمنا بها في منظمة من أجل تحليل هذه العملات إذن نعم هناك هذه العملات لتمويل الإرهاب وأن العملات المشفرة اكتسبت زخما في كل البلدان في العالم باستثناء أفغانستان في أفغانستان لا يتم الدفع بالعملات المشفرة إذن لماذا؟ هذه العملات المشفرة نوع من التكنولوجيا عبر الإنترنت التي تسمح بتخزين وبنقل القيمة بين المستخدمين المختلفين ويجري كل ذلك عبر الإنترنت وهو غير خاضع للمصارف المركزية أو للحكومات وهذه الفكرة الأساسية من استخدام العملات المشفرة طبعا بعد ما جرى في 2008 وانأزمة اقتصادية عالمية كان هناك هذه الفكرة المتمثلة في أن الأزمة برهنت أن التدخل السياسي في الأنظمة المالية والاقتصادية تقود إلى الكوارث العالمية الاقتصادية كما رأينا في 2008 إذن كان هناك الحاجة لهذه التكنولوجيا الجديدة بشكل مستقل عن الحكومات إذن من الناحية الاقتصادية هذا حلم رائع ولكن من الناحية الأمنية هذا كابوس لأن هذه الأنظمة لتحويل الأموال لا تخضع للسيطرة الحكومية إذن أولا يجب الحديث عن الشفافية بين المستخدمين ومستخدمين لهذه التكنولوجيا إذن في حال أرسلت إليك البيتكوين يجب أن أضمن أنك شخص حقيقي وفي حال أرسلت إلي البيتكوين يجب علي أن أضمن أنك تملك البيتكوين الكافية من أجل إرسالها إلي إذن هذه الشفافية التي نتحدث عنها في هذا النظام ولكن إن عملياتي مفتوحة أمامك أمام العلن والعكس صحيح إذن من المهم أن نتحدث عن هويتي وعن تشفير هويتي لا تعلم من أنا ولكن تعلم فقط أنني موجود وأنا لا أدعي امتلاك الأموال وأنا أيضا أعلم من أنت وأعلم فقط أنك تملك القيمة التي تود أن ترسلها إلي ولكن هذه مشكلة الآن لأنه من خلال تعاقب تمويل الإرهاب ليس من السهل أن نرى هذه النماذج وكيف انتقلت الأموال في الأنظمة المالية كما يجري مع غسل الأموال دكتور هانز اسمحنا أن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لإكمال هذه الإجابة ومن ثم ننتقل إلى المحاور الأخرى فاصل قصير عزيزي المشاهدين ونعود معكم في المدار انتظرون مرحب بكم مجددا مشاهدينا في الجزء الثالث الأخير من المدار ورحب كذلك بالدكتور هانز جاكوب شاندلر مدير مشروع مكافحة تطرف العالم مرحب بكم دكتور شكرا دكتور دعنا نستكمل الإجابة على السؤال الذي قبل الفاصل ولكن بشكل مختصر على موضوع وسائل التمويل سواء لداعش أو القاعدة أو الجماعات المرتبطة بطالبان حدث ولكن باختصار فضلا إذن هذه الطرق المكتومة الهوية لاستخدام العملات المشفرة هذا اعتمدته القاعدة في سوريا في أفريقيا في جنو شرق آسيا ولكن لم نرى اعتماد ذلك من قبل طالبا ولكن ربما الأمر يتطلب بعض الوقت حتى هيئة تحرير الشام أتابع إلى القاعدة في إدلب في سوريا الآن تستكمل هذه الأنظمة من أجل المشاركة ونقل الأموال من خلال العملات المشفرة إذن هذا وجه قلق كبير الآن العالم لأننا لا نعلم مئة بالمئة ما يحدث ولكن في أفغانستان أفترض أن العمليات ستعتمد على النقض لأن الطالبان تجني الأموال بشكل أساسي من تجارة المخدرات على الساحة الدولية وهذا يعتمد على النقض اسمح لي سيد هانز أن أنتقل معك إلى محور مرتبط بالإرهاب ومكافحة التطرف ولكنه ليس عن الإرهاب الإسلامي أريد أن أتحدث على موضوع تحدثت أنت عنه كثيرا وهو صعود ما يتعلق بمجموعات اليمين المتطرف سواء اليمين المتطرف المسيحي أو اليمين المتطرف بشكل عام هناك تساؤل لدى كثير من المسلمين لدى كثير من العرب أن أي حادثة إرهابية يقوم بها شخص مسلم تسمى عملية إرهابية مباشرة أي عملية يقوم بها شخص من اليمين المتطرف أو من النازيون الجدد أو من أي جماعة شبيهة يسمى أنه عملية عابرة أو أن هذا الشخص لديه اختلال عقلي لماذا هناك تمايز في تسمية الإرهاب إذا كان مرتبط بديانة معينة والدفاع عنه إذا كان مرتبط بديانة أخرى إذن نحن نركز على ذلك في منظمتنا ونحن نتعاون مع الحكومة الألمانية أيضا من أجل أن نضمن فهم العنف على أنه عنف بأي شكل كان إذن باسم القاعدة أو باسم اليمين المتطرف أو هذه الإيديولوجيات اليمينية الإرهاب يبقى إرهابا بغض نظر عن الإيديولوجية وراء هذا الفعل الفعل يبقى الفعل وأنا أوافقك الرأي يجب علينا أن نتوقف عن التفرق بين أشكال العنف لسيما وأننا إذا ما نظرنا إلى هذه الجرائم الإرهابية باسم الدين في أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أن القاعدة وداعش والمنظمات الإرهابية الأخرى من هذه المجموعة إذن هذه المنظمات أبقت على هذه الوتيرة العنيفة التي لم تزدد ولكن ما زدادا كانت الاتجاهات اليمينية المتطرفة وهذه مشكلة الآن في أوروبا في نيوزيلاندا في أستراليا في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الإيديولوجيات التي اتطفرت التي تحولت بهذه الطريقة والآن هي تحاول أن تشبك بين بعضها على الساحة الدولية من أذن هذه الشبكة التي أصبحت أكثر خطورة وليست أقل خطورة تعريف العنف تعريف التطرف تعريفات معروفة ولكن حتى نستكمل حوارنا بشكل أدق أريد منك دكتور هانز أن تعرف لنا ما هو الإرهاب نريد تعريف بسيط لما اتفقتم عليه في مشاريع مكافحة التطرف عن الإرهاب إذن كما تعلمون ليس هناك أي تعريف دولي سياسي موافق عليه لكن نعلم على التعريف التالي أي فعل عنيف ينفذ سعيا لتحقيق أيديولوجية معينة هذا تعريف الإرهاب بغض النظر عن إذا ما كان ضد فرد ضد مجموعة من الأفراد أو ضد منشآت ضد مباني إلى آخره هذا إرهاب واستخدام العنف من أجل تنفيذ وتحقيق أيديولوجية هذا إرهاب لسيما إذا ما قمت بذلك في مجتمع هناك فيه إعلام حر انتخابات أو أي وسيلة أخرى من أجل تحقيق أيديولوجية من دون العنف هناك حوادث كثيرة حدثت ومنها الهجوم على مسجد في نيوزيلندا وقتل أكثر من خمسين شخص الإعلام الغربي المؤسسات الغربية الأمم المتحدة الجميع تردد أن يسميها حادثة إرهابية لأسابيع وفي الأخير قالوا أن الشخص يعاني من الضربات النفسية رغم أنه أعلن صراحة عبر صفحته للفيسبوك عن هذه العملية وتبين لاحقا أنه متطرف يميني ألا ترى أن النخبة في الغرب وفي بعض الدوائر في صناعة القرار العالمي مسؤولة عن وصم الإرهاب بديانة واحدة وبمجتمعات واحدة ونزعه عن مجتمعات أخرى أم لا أظن أن ذلك يتغير الآن بوضوح نعم أوافقك الرأي ببعض أشكال هذا التفكير مع إطلاق نار الجماعي في كريست شيرج في نيوزيلندا يمكنني أن أؤكد أن الكل سمى ذلك إرهابا منذ اللحظة الأولى إطلاق نار الجماعي في كريست شيرج أدى إلى تغيير في المناظر في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا أيضا من خلال وسائل الإعلام أيضا لأن هناك هذه الدعوة إلى الفعل من بعض إطلاق نار في كريست شيرج من أجل أن نضمن تسمية ذلك بالإرهاب وتكلمنا عن ذلك وأيضا نحن نتحدث عن قلة مسؤولية فيسبوك وتويتر وهذه الوسائل فيما تعلق بنشر المحتوى الذي يدعو إلى التحريض وإلى الكره إذن كما سبق وذكرت أن وجهات النظر تتغير ولكن أنا في منظمتي نحن كنا ندافع عن هذه الفكرة بتسمية هذه الأفعال إرهابا والآن هناك هذه التغييرات كما تحدثت مع المفهومات التي تتغير والقوانين التي توضع الآن من أجل التطرق إلى هذا النوع من الإرهاب تماما بالمقارنة مع أنواع أخرى من الإرهاب لأن قبل القاعدة كان هناك إرهاب في أوروبا في ألمانيا وأيضا كان هناك الجيش الجمهوري الأيرلندي وكان هناك منظمة إيتا في أسبانيا إذن كان هناك أشكال مختلفة من الإرهاب قبل القاعدة حتى دكتور هانز اسمح لي أن أعرض بعض الحوادث أو أذكر بعض الحوادث التي حدثت منذ عام 2007 وحتى اليوم 2007 مثلا إطلاق نار في جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية كولي جنوبي قتل 23 طالب 2017 إطلاق نار في تكساس وقتل 24 شخص في ألمانيا هجوم بالسيارة وقتل شخصين حادث الطعم في فرنسا عام 2021 وقتل شرطية كل هذه الحوادث أكثر تقول الشرطة عنهم أنهم مضطربون عقليا بكل شفافية أريدك أن تجيب إجابة مباشرة لو كانوا هؤلاء من المسلمين هل سيسمون مضطربون عقليا أم أنهم إرهابيين؟ أظن أن المشكلة الآن تكمن في الإعلام وليس في المنظومة القانونية لأن هناك أشخاص كثر جرموا بتهم تتعلق بالإرهاب إذن هناك المنظور الإعلامي الذي يختلف عن المنظوم أو المنظور القانوني وكما نذكر منذ سنتين وحتى الآن إن وزير الخارجية الألماني قال أن الإرهاب أكبر تحدي لألمانيا وطبعا إن قابت اليوروبول أو الشرطة الأوروبية أيضا قالت أن الإرهاب الآن هو الخطر الأكبر في أوروبا من النحية المتطرفة يمينيا بالمقارنة طبعا مع الإرهاب الآخر مثل القاعداء الآخري ولكن هناك هذه المفاهيم التي باتت تتغير الآن ويجب علي أن أفكر أنه في الولايات المتحدة الأمريكية ما جرى في 6 من يناير هذا أوضح مدى خطورة التطرف اليميني حتى للأمريكيين ذاتهم هذه كانت محاولة للانقلاب من أجل عرقلت هذه المناحية الديمقراطية من أجل تنصيب رئيس انتخب بطريقة ديمقراطية وكما تعلمون منذ بضعة أسابيع أن إدارة بايدن اعتمدت هذه الاستراتيجية الوطنية لأول مرة لما يسمونه الإرهاب المحلي وهذا أيضا يشمل الأوروبيين والأمريكيين بالتفكير بهذه الاستراتيجية الجديدة إذن مع هذه الاستراتيجية المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى نعم كان هناك مشكلة كبيرة ولكن الآن المفاهيم تتغير هناك من يقول مثل هذه التصرفات أو مثل هذا التحيز في تسمية أناس بإرهابيين أو إرهابيون وأناس بلا كذلك الخطاب الشهير للرئيس الأمريكي الأسبق جور دابليو بوش حينما بدأت العمليات في أفغانستان وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر قال بدأت الحرب الصليبية ومن ثم اعتذر عن هذا المصطلح ألا ترى أن كل هذه العوامل تستخدمها التنظيمات الإرهابية لجذب الشباب في العالم الإسلامي والعالم العربي أن ما يحدث هو حرب على الديانة الإسلامية ومن ثم يسهل تجنيد الشباب عبر أخطاء تقوم بها الحكومات الغربية بالطبع أن سردية القاعدة وداعش تتمثل في هذه الحرب ضد الإسلام وأيضا يتم لهم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على كل خطأ وهذه تستخدم ضد هذه البلدان في البروباجندا المنشورة ولكن ليست هناك أي نية للحرب ضد الإسلام ليس في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في أوروبا ولكن بالطبع هناك هذه الإدعاءات للقاعدة وداعش ولكن أنا عملت في الحكومة وعملت لدى الأمم المتحدة ولكن ليس هناك أي أحد فكر بالحرب ضد الإرهاب كحرب ضد الإسلام لأن الحرب تركزت على هذه الأيديولوجيات الإرهابية ولكن ليست حربا ضد الإرهاب ليست هذه النية وليست هذه السردية المعتمدة حتى على أيام بوش لكن ما هي مؤشرات الإرهاب يعني الآن تقول أن هناك أخطاء هي من جعلت هذه الجماعات تستطيع تجنيد الشباب أين أخفق الغرب أيضا في مكافحة التطرف هناك من يقول أن الغرب هو من يشعل جدوة التطرف في العالم الإسلامي ويعني حتى في موضوع التفرقة ما بين مثلا الإرهاب السني والإرهاب الشيعي هناك من يقول أن هناك مؤتمر دولي لمكافحة داعش هناك يعني اجتماعات دورية بين عدد من الدول لمحاربة داعش ولكن لا يوجد هناك مثلا اجتماعات دورية لمحاربة جميع الميليشيات التي أسستها إيران هناك لا يوجد مجتمع أو اجتماع دولي لمحاربة مثلا حزب الله الحشد الشعبي في العراق قبل أن يدمج في الحكومة مثلا كان يعني يقوم بجرائم ويقوم بتوثيقها كذلك ولا يتم اتهامه دوليا بأنه مثلا حزب إرهابي أو جماعة إرهابية أو إلى خره هناك من يقول أن هناك تحيز سواء في الطائفة أو في الدين من قبل بعض صناع القرار في الغرب ما رأيك؟ حسنا أولا يجب علي أن أوضح أن إيران أحد البلدان التي تخضع لأكبر كم من العقوبات بعد كوريا الشمالية على والتان على ذلك إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أعلنت وصنفت حزب الله وحماس وغيرهما من الجهات غير الحكومية على أنها إرهابية إذن أن لا أوافق هذا الرأي من ناحية عدم الضغط على إيران والضغط بشكل أكبر على العراق إلى خيره ولكن هناك هذه الطرق المختلفة في فرض العقوبات لأن القاعدة ليست حكومة بينما إيران هي دولة مع حكومة ومع إيران هناك هذه الأدوات المختلفة الإضافية من أجل أن نضغط على إيران ولكن لا يمكننا أن نقول أنه ليس هناك أي ضغط على العراق نعود إلى مباحثات فيينا التي تتمحور حول العقوبات وتخفيف العقوبات والصعوبات المتوازئة إذن ليس هناك أحد في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الاتحاد الأوروبي الذي يستخف بالحالة تجاه إيران دكتور هانز اسمح لي أن أسألك على الخط الزمن لبعض الأحداث يعني هناك أخبار كثيرة عن استهداف لتنظيم القاعدة في اليمن سابقا بطائرات بدون طيار هناك هجمات على تنظيم القاعدة في العراق في أفغانستان ولكنه لا يوجد هناك استهداف مثلا لبعض التنظيمات المتطرفة التابعة لإيران مثل حزب الله أو إلى آخره هل هذا انحياز لمذهب دون الآخر؟ هل هذا انحياز لتنظيمات معينة دون الآخر؟ ألا ترى أيضا أن مثل هذه التصرفات دون تبرير لها من قبل أما الحكومات في الغرب أو منظمات مكافحة الإرهاب يدفع بتنظيم القاعدة أو داعش أو طالبان باستخدامها لتجنيد الشباب في العالم العربي والإسلامي؟ إن إيران بالطبع ليست لعبا حميدا في المنطقة وهي تزعزع طبعا المنطقة بشتى الأمكن ولكن في الوقت عينه بالطبع إن إيران لم تكن بأي شكل من الأشكال منخرطة في 11 سبتمبر وما جرى آنذاك ولكن إيران قامت بتوقيف بعض أعضاء القاعدة عند اجتيازهم للحدود وهناك عملية تسليم أيضا لبعضهم للسعودية وثم أبقت على بعض القاعدة ولكن هذه العلاقة الآن بالبلدان المجاورة أيضا وهناك أيضا هذه البلدان المجاورة مع بن لادن الذي لم يكن متواجدا في أفغانستان ولكن في دولة مجاورة أخرى لم تكن إيران طبعا إذن هناك طبعا هذه الصعوبات في الشرق الأوسط والتفرقة ربما بين هذه المذاهب وهناك ليس هناك هذا التعاون المنشود ولكن أيضا إيران لديها دور تلعبه في الدول الأخرى بمعزل عن القاعدة ولكن نتحدث عن العلاقة بين إيران وحزب الله والحوثي وبعض الجماعات في البحرين وهذا يقلق طبعا ولكن هذا يختلف بالجوهر عن القاعدة أو داعش دكتور هانز ياكوب شندلر مدير مشروع مكافحة الطرف العالمي كنت معنا شكرا لك شكرا لكم عزيزي المشاهدين إلى مدارا جديد الأسبوع المقبل ألقاكم اشتركوا في القناة